السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعي قناة الكهرباء إلكتريك حتى نتمم الشرح مع الكونتاكتور الليلي النهري الذي تحددنا عنه في الحلقتين الماضيتين وحتى نعطيه حقه الكافي والشافي سنشاهد في هذه الحلقة كيفية توصيل الكونتاكتور الليلي النهري يعني توصيل دائرة التحكم مع مرابط المسالك في العداد الكهربائي وتوصيل دائرة القوة مع الحمل أو الجهاز الكهربائي الذي سنعمل على تشغيله حسب الفاتورة الاقتصادية للاستيلاك الذي تحددها شركة الكهرباء كما شاهدنا في الحلقة الماضية كالعادة لمن التحق بنا مؤخرا كل الفيديوهات المرتبطة بالشرح ستجدونا في الوصف أو نهاية الفيديو نرفع فاصل القناة وندخل بعد ذلك في الشرح بسم الله الرحمن الرحيم أولا هذا هو مثال الكونتاكتور الليلي النهري الذي سنعمل على توصيله كما تشاهدون مشابه تماما للكونتاكتور أحد الطور أو الكونتاكتور الصامت الذي تحدثنا عنه سابقا الاختلاف الوحيد وهو الوضعيات الثلاثة سفر وواحد وأوطو على واجهته الأمامية على بركة الله لدينا العداد الكهربائي الإلكتروني الذي يتوفر على مرابط المسالك السي واحد والسي اثنان وقاطع تفاضلي وحمايتين الأولى اثنان أمبير لحماية دائرة التحكم في الكونتاكتور والحماية الثانية وهي خمسة وعشرين أمبير لحماية دائرة القوة التي ترتبط بالحمل أو الجهاز الكهربائي الذي هنا هو السخان الكهربائي إذن في مداخل العداد الرئيسي نقوم بتوصيل الفاز والنيوترال ومن مخارج العداد الرئيسية سنقوم بتوصيل الفاز والنيوترال مع مداخل الفاز الرئيسي لابد من اتباع كل قواعد إنشاء لوحة الحماية الكهربائية التي شاهدناها في هذه الحلقات أما المخطط الذي سنشاهده في هذه الحلقة هو للشرح والتوسيل وهو متعلق فقط بشرح وتوصيل الكونتاكتور الليلي النهاري المهم من مخارج الفاز الرئيسي سنقوم بتوصيل الفاز والنيوترال في مداخل القاطع التفادلي ومن مخارج القاطع التفادلي سنقوم بتوصيل مشت توصيل الفاز والنيوترال مع مداخل الحمايتين الكهربائيتين كما قلنا 2 أمبير لدائرة التحكم في الكونتاكتور الليلي النهاري و 25 أمبير لدائرة القوة أو حماية الجهاز أو السخان الكهربائي سنبدأ أولا مع دائرة التحكم إذن من مخارج حماية دائرة التحكم سنقوم بتوصيل النيوترال مع المربط A1 في الكونتكتور الليلي النهاري وكالعادة أنبئكم على ضرورة توصيل النيوترال دائما على اليسار ومن مخارج حماية دائرة التحكم أيضا سنقوم بتوصيل الفاز مع المربط C2 المخصص للسهلاك في العدار الكاربائي ومن المربط C1 سنعمل على توصيل سلك كاربائي مع المربط A2 في الكونتكتور الليلي النهاري وهكذا نكون قد انتهينا من توصيل دائرة التحكم في الكونتكتور الليلي النهاري بواسطة العدار الكاربائي الآن سننتقل إلى توصيل دائرة القوة التي ترتبط بالحمل الكاربائي أو السخان الكاربائي إذن من مخارج حماية دائرة القوة 25 أمبير سنقوم بتوصيل النيوترال مع المربط رقم واحد في الكونتكتور الليلي النهاري وسنقوم أيضا بتوصيل الفاز من مخارج حماية دائرة القوة مع المربط رقم 3 في مداخل الكونتكتور الليلي النهاري كما قلنا دائما ما تكون مداخل الكونتكتور أحادية الطور عادي أو كونتكتور الليلي النهاري في الأعلى والمخارج في الأسفل أتحدث عن دائرة القوة بعد ذلك سنقوم بتوصيل المربط رقم 2 من مخارج الكونتكتور الليلي النهاري مع أحد مرابط البريزا الذي سيعتبر هو النيوترال البريزا أثناء التشغيل وأيضا سنقوم بتوصيل المربط رقم 4 مع أحد مرابط البريزا الذي سيعتبر هو فاز البريزا أثناء التشغيل الكونتكتور الليلي النهاري وهكذا نكون قد انتهينا من توصيل الكونتكتور الليلي النهاري بقي لنا شيء واحد وهو ضبط الكونتكتور الليلي النهاري على وضعية أوتو أو أوتوماتيك حتى يصبح خاضع للتحكم العداد الكهربائي وفق الاستهلاك الاقتصادي في الكهرباء أما الوضعية واحد والوضعية سفر تحدثنا عنهما في حلقة الماضية وأيضا قبل الحلقة الماضية شرحنا كيفية تشغيل وعمل كونتكتور الليل النهاري كل هذه الحلقات موجودة في الوصف أو أمامكم الآن على الشاشة إلى هنا وصلنا إلى نهاية الحلقة أشكركم على المشاهدة دمتم بخير وإلى اللقاء اشتركوا في القناة